ومعنا هنا في السوديو الزميل محمد قطب الصحفي الرياضي في بي بي سي محمد مرحبا بك معنا أنت تتابع طبعا صلاح من الناحية الفنية والتقيته حتى على المستوى الشخصي في لقاء وحين منح جائزة بي بي سي لأفضل لعب إفريقي لهذا العام خلينا أسألك بداية فنيا في رأيك ما الذي رجح كفة صلاح هذا العام في الدور الإنجليزي كي يقتنس هذه الجائزة الكبيرة فنيا هو حدث ملحوظ أن ينخص اللاعب على جائزة أفضل لعب في الدور الإنجليزي الممتاز وهو لم يفوز بالدور الإنجليزي الممتاز الفائز بالبريمير ليج هو مانشستر سيتي وكان هناك العديد من المرشحين من فريق مانشستر سيتي أبرزهم دافيد سيلفا ليروي ساني ورحيم سترلينج أيضا لكن ما رجح كفة صلاح هو المستوى الفني غير العادي الذي قدمه اللاعب والمعدل التهديفي الرهيب الذي قدمه هذا اللاعب الذي كانت له تجربة سابقة في الدور الإنجليزي مع شلسي لم تنجح كثيرا عاد بشكل مختلف للغاية مع ليفر بول وسجل واحدا وثلاثين هدفا عادل بهم الرقم القياسي لأكثر عدد مسجل في بطولات الدور الإنجليزي في جولة مكونة من ثمانية وثلاثين مباراة وينتظر تخطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف مسجل في موسم واحد إذا ما سجل ثلاثة أهداف ومتبقي ثلاثة جولات أعتقد أن المعدل التهديف الرهيب مع صناعة الأهداف مع الأداء الفردي الذي نقل ليفر بول نقلة مختلفة هو ما رجح كفة صلاح للفوز بهذه الجائزة للمرة الأولى في تاريخ لعب مصري أن يفوز بجائزة أفضل لعب في البريمير ليج في فترات سابقة وجهت انتقادات لصلاح بأنه يفعل كل شيء في كرة القدم لكن أمام المرمى التعامل ليس مثالي كيف تطور أداء صلاح بهذه الصورة في ليفر بول كي يصبح آلة تهديف رهيبة بهذه الصورة الحقيقة أن اليورجن كلوب المدرب الألماني مدرب ليفر بول دور كبير في هذا الموضوع صلاح كان قد عمل كثيرا على لمسته الأخيرة مع روما مع لوتشانوس بالتي لكن تحويل مركز صلاح نسبيا إلى كونه أقرب للعب المهاجم أو رأس الحربة من كونه لعب جناح ساعد كثيرا صلاح في فترة بداية الموسم كان يورجن كلوب يدفع بصلاح كجناح لكن مع تطور أداء اللعب التهديفي مع معدل تهديفي مرتفع اقتنع كلوب بأن صلاح لا يجب عليه أن يعود كثيرا للدفاع لا يجب أن يكون قريبا من المرمى أكثر وبصلة اللعبين في ليفر بول توجهت للتمرير إلى صلاح بدلا من التمرير حتى لروبرتو فرمين المهاجم الأساسي لليفر بول مرر لصلاح صلاح ينهي الفرص بشكل جيد هدوء ممتاز أمام المرمى وسجل في المباريات الكبيرة وهذا عامل مهم جدا في الدول الإنجليزي صلاح سجل أمام تشيلسي سجل أمام مانشستر سيتي سجل أمام أرسنل ذهابا وإيابا في لندن وفي ليفر بول وسجل أمام أفرتون في أدرب هذا يعني أن هذا الرجل قادر على التسجيل في كل المواجهات وفي مانشستر سيتي في دور الأبطال في ربع النهائي ذهابا وإيابا كانت له الكفة الأبرز في تأهل ليفر بول للنصف النهائي كثير من اللاعبين المصريين حصلوا على فرص احتراف في الدوريات الأوروبية حتى هنا في الدوري الإنجليزي لكن محمد صلاح وأنجح تجربة مصرية حتى الآن هل يتعلق الأمر فقط في رأيك يا محمد بالمهارات الفنية اللافتة التي يملكها صلاح أم لطبيعة شخصيتي وأنت التقيته لطبيعة شخصيتي أيضا دور ربما الشخصية لها عامل كبير والعقلية أيضا لها عامل كبير هذا اللاعب عندما التقيته تحدثت إليه ما الذي تغير قال ما تغير هو أنني أردت أن أثبت نفسي في الدوري الإنجليزي عندما لم أنجح في إتشالسي كان في بالي دائما أن أعود إلى إنجلترا أن أقدم إليهم كرتي بشكل مختلف لأنني لم أحصل على الفرصة في تشالسي تطور آخر هو في القرارات الاحترافية عندما لم تسنح له الفرصة في تشالسي فكر في الانتقال إلى فيورنتينا إلى إيطاليا ثم إلى روما للتطور للمزيد من التطور وهو لعف الخامسة والعشرين من العمر يتقدم بشكل مستمر هناك الكثير ليتعلم عندما تسأله عن القادم يقول أن هناك المزيد عندما سألناه عن جائزة أفضل لعب في إفريقيا لا استفتاء بي بي سي قال أتمنى أن أفوز بها العام القادم هناك الكثير هناك ما هو أفضل في جائزة أفضل لعب في إفريقيا الاتحاد الإفريقي قال أتمنى أن أعود وأفوز بها مرة أخرى حتى بالأمس وهو يفوز بجائزة أفضل لعب في البرامير ليك يقول أتمنى أن أحطم الرقم القياسي وأن أكون أفضل هداف في موسم واحد في تاريخ البرامير ليك إذن هذا نحن أمام لاعب يمتلك طموح ويمتلك مرحلة الأخرى لا يتوقف عن الحل طيب محمد لأنك أيضا التقيته وأكيد تبعت بعض ما كتب عن محمد صلاح بشأن لحيته وضرورة أن يقوم بحلقها لأنها تعطي توجهات معينة أنت التقيت صلاح عن أي شخص نتحدث عن طبيعته الشخصية أي إنسان هو يعني صلاح الذي تشاهدونه في الملعب هذا اللعب الهادي الذي لا يبحث سوى عن الأهداف وعن اللعب دون أن يعترض على الحكم دون أن يظهر في مواقف ربما بردود فعل مبالغ فيها هو نفس الصلاح الذي يظهر خلف الكاميرات هو شخص هادئ للغاية يبدو أنه دائما مركز على ما يقوم به لا يلتفت كثيرا لهذه الأحاديث لا يبدو أنه يعني يكثرث بقصة اللحية أو الشعر وفي إنجلترا تعرف محمد هناك ظواهر كثيرة وتقلعات كثيرة للاعب كرة القدم والحياة الشخصية للاعب كرة القدم في إنجلترا تكون صاخبة في بعض الأحيان وهذا يعطل مسيرته هذا بالنسبة للصلاح ليس موجود على الإطلاق نحن أمام لاعب يظهر فقط في الملعب لا يتحدث كثيرا إذا لم تكن هناك مناسبة لذلك محمد في سؤال أخير في تقديرك أيضا من ناحية الفنية فرص صلاح لاقتناص لقب أحسن لاعب في العالم هل صلاح دخل بالفعل هذه الدائرة في رأيك؟ الحديث أصبح ربما مشروعا عن كون صلاح ربما مرشح للكرة الذهبية لكن ينتظر أن يتقدم ليفربول ربما أكثر في دور أبطال أوروبا وهو يمتلك مباراة بالغد أمام روما قد تكون حاسمة في التأهل للمباراة النهائية وإذا وصل للنهائي كل شيء يمكن أن يكون واردا شكرا محمد على كل هذه المعلومات الزميل محمد قطبة الصحفي أرياضي في بي بي سي كان معنا هنا في الستوديو للحديث عن الملك محمد صلاح هكذا بدل لنا العالم مساء اليوم شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء